يعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الكوري الجنوبي يون سوكيول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قمة ثلاثية تهدف لإظهار التضامن في مواجهة كوريا الشمالية والصين وقال مسشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفن إن القادة الثلاثة سيبحثون في قمة كام ديفيد سبول تعزيز الأمن في المحيطين الهادئ والهندي خصوصا في مواجهة كوريا الشمالية من واشنطن تنضم إلينا مرسلتنا ريمة أبو حمدية مرحبا بك ريمة إذن فصل جديد في العلاقات والتعاون بين البلدان الثلاثة ما المبادرات وأشكال التعاون المنتظرة من خلال هذه القمة لمواجهة الصين وكوريا الشمالية بالفعل ريمة يعني يبدو أن واشنطن تضع الكثير من الأمال على هذه القمة الثلاثية التي تجمع كل من قادة الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية في كام ديفيد منتجة كام ديفيد أهمية كبيرة لدرجة أنها تقول أنه سيتم الإعلان عن عدد كبير من الاتفاقيات الثلاثية بين هذه البلدان خاصة في مجال تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيز التعاون الأمني بين هذه البلدان الثلاثة ولمواجهة التهديدات التي تواجهها هذه البلدان الثلاثة قبل أن يذهب الرئيس الأمريكي لهذا الاجتماع بشكل مغلق مع قادة كل من اليابان وكوريا الجنوبية تحدث عن أهمية هذه العلاقات أهمية هذه القمة وقال أنها تؤسس لفصل جديد في العلاقات ما بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان وتؤسس أيضا لعهد جديد ما بين التعاون الأمني بين هذه الدول الثلاثة مرحلة تاريخية وفصل جديد من العلاقات بين هذه الدول كما يؤكد الرئيس الأمريكي في بداية هذه القمة الآن اجتماع مغلق لنستمع إلى ما قاله الرئيس الأمريكي قبل بدء هذا الاجتماع المغلق بين القادة الثلاث طالما بلادنا أقوى العالم أكثر أمنا ونحن نقف معا أود ونشكركم على شجاعتكم السياسية التي أتت بكم إلى هنا سيذكر اليوم باعتباره يوما تاريخيا يوم تاريخي كما يقول الرئيس الأمريكي وهو ما سمعناه أيضا من العديد من المسؤولين الأمريكيين الذين تحدثوا عن هذه القمة قبل بدئها من بين هؤلاء المسؤولين جيك سوليفون مستشار الأمن القومي الذي تحدث بإسهاب عن هذه القمة صباح هذا اليوم في مؤتمر صحفي عن أهمية هذه القمة عن الخطوات التي يمكن أن يتم الإعلان عنها هذه الخطوات التي سيتم الإعلان عنها لاحقا اليوم تتمحور في نقاط ثلاثة هذه النقاط هي لإظهار الالتزام المشترك بين البلدان الثلاثة تدريبات سنوية مشتركة تمتد لعدة سنوات قادمة تدريبات عسكرية أيضا تنسيق شامل في تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الدول الثلاث لمواجهة الهجمات الصاروخية الباليستية وأيضا الاتصال في أوقات الأزمات والتشاور بشأن السياسات لهذه الدول الثلاث مستشار الأمن القومي أيضا يقول أن هذه القمة تهدف لتعزيز التعاون الأمني في منطقة الهادي والهندي لمواجهة التهديدات من كوريا الشمالية لنستمع إلى مقاله جيك سوليفان سنطلق خطوات مهمة تتعلق بتعزيز الأمن لا سيما في مواجهة كوريا الشمالية وسنطلق عملية تخطيط لسنوات عدة من أجل تدريبات عسكرية في كافة المجالات وسيكون هناك تنسيق أعمق للدفاع الباليستي ولمشاركة المعلومات المهمة ولإدارة الكوارث ترجمة نانسي قنقر